حلقتنا النهاردة هنتعلم مع بعض ازاي نعرف البرينتر لHP Smart Tank 580 بالكمبيوتر او اللابتوب باستخدام الكابل USB وباستخدام الروتر لوي فاي وعشان ما تقولش عليكم يلا بنا نروح للفقرة الاولى وهي خطوات تذبيت تعريف البرينتر باستخدام الكابل USB فعنروح للوقت حالا للكمبيوتر او اللابتوب ونتابع الخطوات واحدة واحدة مع بعض فيلا بنا مبدئيا كده يا جماعة انا سيب لكم رابط تحت الفيديو في صندوق الوصف او ممكن تلاقيه في اول تعليق لمجرد ان اغطيط على الرابط ده هيبدأ يحولك لصفحة HP الرسمية عشان تبدأ تحمل ونثبت تعريف البرينتر وهيفتح لك بالشكل ده هنزل تحت شوية كده لحد ما يجيلك الاختيار ده اسمه برنامج وبرنامج التشغيل الكامل ضغطة واحدة كده وبعد كده هنختار تنزيل تمام ثم ننتظر لحد ما التعريف يبدأ ينزل معنا ان شاء الله وبعد ما التعريف نزل معنا هنقفل الصفحة دي مش محتاجينها في اي حاجة خادث ونذهب على اسمه بي سي او ماي كوميوتر اللي عندك ونختار التنزلات او داونوود هتلاقي البرنامج فتح لك بالشكل ده هنبتك كليك كمين على عيات دي جدا كده ونختار اوبن ده هتلاقيه في التحميلات او التنزلات بعد كده هنختار yes بعد كده هنزل لك هنا مرحبا ميك في برنامج HP Easy Start هتنتظر لحد ما اللوودنج دي تزار للاخر بعد كده هنزل لك الخطوة دي هنختار هنا تابع باستخدام البرنامج الحالي تكة واحدة كده ثم هنختار متابعة ثم في الخطوة دي هنختار لا وانا بيقول لك جالي البحث عن الطابعات بعد كده هنزل لك الخطوة دي هنختار متابعة ونختار تاني اتصال كابل USB ونختار متابعة وفي الخطوة دي بيطلب منك انك تركب الكابل USB الواسط بين البرنتر والكمبيوتر او البرنتر واللابتوب وبعد كده قال لك ايه تم العصور على الطابع ايه series 59580 HP Smart Tank هنختار متابعة وبعد كده هنحدد صح هنا على الاختيار ده ونختار accept وبعد كده هنختار نو سانكس او دلوقتي بيثبت السوفتوير بتاع التعريفات بعد كده هيظهر لك القائمة دي هنعمل التحديد الصح هنا على انسة اله بي يونيفرسال سكان تمام ونختار continue دي بقى اللي هتبقى الحلقة اللي جاية ازاي نستخدم المسح الضوئي فاحنا بالمرة اختارنا ان احنا نحمله او ننزله عشان المرة اللي جاية نستخدمه على طول لكن لو احنا ما كنوش عملنا الصح دي كنا هننطر نخش تاني وندور على السوفتوير بتاع الاسكنر وبعد كده نبدأ ننزله فاحنا اختصرنا وقت وخطوات كتير جدا دلوقتي يقول لك ايه؟ set up complete اكتمل التثبيت هنختار finish وبكده ثبتنا تعريف البرنتر باستخدام الكابل USB بنجاح ودلوقتي وصلنا مع بعض للفكرة التانية وهي خطوات تثبيت تعريف البرنتر باستخدام الراوتر الوي فاي فيلا بنا نروح لجهاز الكمبيوتر او اللاب توب ونتبع الخطوات واحدة واحدة مع بعض فيلا بنا هنتبع نفس الخطوات بالزبط هنختار البرنامج عادي جدا كده يعني هنمش نفس الخطوات بس بدل ما نختار من الكابل USB هنختار من الراوتر الوي فاي وحنشوف دلوقتي الخطوات مع بعض ثم ننتظر لحد ما القائمة دي تتحمل وتختفي هنمش نفس الخطوات بالزبط هنختار تابع باستخدام البرنامج الحالي هنختار متابعة طبعا لو انت ملك بالكابل USB اخلاعه دلوقتي عشان ما نتزولش هنختار لا ويقول لك انه تم العصرها الطابعي ولا رقم IP بيقول لك هي دي هتقول له متابعة يعني مش هنعمل اي حاجة هنعمل متابعة بيقول لك بقى انا عايز رقم التعريف اللي موجود في الباب الرقم ده في موجود فين تعالو ا resolutions دلوقتي عشان نقدر نطلع رقم البين هنقفل ذا كده تمام ونجب نمسك ده وننزلي او زي من شايفين رقم البين اوه هو ده رقم البين زي من شايفين الرقم ده متغير من برنتر لبرنتر تاني دلوقتي كتبت رقم التعريف تمام رقم التعريف ده متغير من برنتر لبرنتر تاني يعني ما تجيش تاخد الرقم ده وتكتبه عندك بعد ذلك نختار ارسال يتأكد من رقم البن سيكمل هذه الخطوات دخلنا في هذه الخطوة معناه ان رقم البن صح بعد ذلك خلصنا من الخطوة الأولى والخطوة الثانية ودلوقتي تذهب على خطوة الثالثة بعد ذلك سنحدث صح هنا ونختار continue وأول ما زرق القائمة يبقى انت خلصت التعريف بنجاح سنختار finish وبكده سبتنا تعريف البلنتر مرة باستخدام الكابل لسي بي ومرة باستخدام الروتر ودلوقتي انتهنا من موضوع حيات النهاردة اتمنى ان اعجبكم اتمنى ان الموضوع يكون اعجبكم منتظر اي استفسار لكم بخصوص طبعات كان معاكم احمد السعيد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته